حط برنامج موشد الشارقة الرحالة بالعاصمة المغربية الرباط المحطة الثانية له بعد الرياض وقد انطلقت مسابقة موشد الشارقة وسط اقبال كبير للمواهب الانشادية بالمغرب خاصة الشباب منهم الرغبين في الفوز بجائزة موشد الشارقة ذات الصيط العالمية مراسلنا من الرباط كريم القرقوري والتفاصيل أصوات صداحة شجية وذافئة أتت من مختلف المدن المغربية لم تأبأ لطول المسافات وجاءت لتبحث عن حضها في الفوز بمسابقة الشارقة والاحتكاك بتجارب صوتية أخرى خاصة وأن محطة الرباط تحظى بإقبال كبير من المواهب الانشادية المغربية أود أن أشكر حاكم الشارقة على هذه المبادرة الطيبة والتي تكون دائما لصالح المنشدين العرب قاطبه في العالم الإسلامي والدور المسابقة هذه له دور كبير جدا في سقل المواهب وإبرازها وإبراز المواهب بشكل احترافي دائما نفاجأ بالكم أو بالعدد الكبير للمتسابقين المغربة التي يأتي من جميع مختلف المدن المغربية رغم البعد للمدينة يأتي وتكبدون عن السفر للمشاركة في هذه المسابقة التي حقيقة كانت أصبحت مصابقة دولية عالمية خيرة المنشدين المغاربة خاصة الشباب منهم أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الدور التمهدي لمسابقة منشد الشارقة دائعة السيط بالمغرب مسابقة باتت تحضى باهتمام كبير خاصة من طرف هوات الانشاد الديني الراغبين في بلوغ سلم العالمية والفوز بجائزة مسابقة الشارقة في نسختها الحالية المتميزة بالانفتاح على دول عربية المشاركة بالنسبة لأنها أول مرة قد نشارك في مسابقة دينية منشد الشارقة كانت شوية ستريس وكانت صعب ولكن دعت أجل أزوانين وكانت منه صراحة يكون بحالة المسابقة لكي يخليه الواحد يستغل الموهبة ديره والصوت ديره في الإنشاد الديني منشد بين مدينة الطنجة جئت بشي نشارك إن شاء الله في برنامج منشد الشارقة تقام منشد الشارقة على هذه الاستضافة وكانت من الله وكانت من شكرا لجنة التحكيم وكانت من الله التوفيق إن شاء الله المشاركين إن شاء الله يكون التوفيق وكانت الدورات السابقة من برنامج منشد الشارقة شهدت تألق عدد من المنشدين المغاربة الذين أبانوا علو كعبهم في هذا الفن النبيل وفازوا بعدد من الدورات فوزا جعل جولة الرباط تهدى باهتمام كبير لا سيما من طرف عشاق فن الإنشاذ الديني العصير مسابقة منشد الشارقة تحط الرحالة بالعاصمة المغربية الرباط محطة جديدة ستعطي ومن دون أدنى شك فرصة أخرى للمنشدين شباب من أجل إبراز موهبتهم وحجز مقاد بالمسابقة النهائية بشارقة كريم الخرقوري لأخبار الدار الرباط